افتكار سعيد شابة تمضي العقدة الثالثة من عمرها وهي واحدة من مرضى الفشل الكلوي تعاني من مضاعفات بسبب انعدام مواد الغسيل واستمرار الجهات الحكومية بتجاهلهم في محافظة تعز ما يزيد عن 400 مريض ينتظرون تدخلا عاجلا لحل مشكلتهم الصحية وانقاذ حياتهم بعد ان تقطعت بهم السبل خصوصا وان فترات جلستهم الطبية مقررة لمدة يومين في الاسبوع نعاني نحن كنا بين البرد بين الامطار النامس فوقنا لانا الحمد لله انحنا بس سكان والحمد لله مشتريحين لا غسيل ولا معنا اي شيء نحن منتظرين رحمة الله ثم الناس الذين يفعلوا الخير يعني الانسان يتساعد ما يخوه احنا في مرض مزمن يعني ما نقدش يوم او يومين يعني واصل ما معنا للغسيل هذا مرتين بالاسبوع للمساهمة في حل مشاكل هؤلاء المرضى ذهبت احدى المؤسسات المحلية الى افتتاح هذا السكن المتواضع حيث خصصته لما يزيد عن 30 مريضا للقادمين من ريف المحافظة والمناطق البعيدة يهدف المشروع الى المساهمة في التخفيف من معاناتهم كما يعمل على توفير الوجبات الغذائية وطبيب دائم يعمل على رعايتهم وهذه بحسب القائمين على المشروع خطوة لإيجاد حلول مديلة لمن لا تساعدهم الظروف على التنقل والسفع بشكل متكرر لعمل جلساتهم الطبية وهو ما خفف جزءا بسيطا عن معاناة افتكار والمرضى الآخرين هؤلاء المرضى يعانون كثيرا يأتون من مناطق بعيدة في مناطق ريفية فلا يجدون المأوى ولا يجدون السكن ولا يجدون العشة فيضطرون للمبيت أثناء الغسلات في باحات المستشفى وتحت الأشجار في ظروف مأساوية مزعقة للغاية ومحزنة في مرضى الفرشان الكالوي يبلغ عدد 300 مريض في الكلية الصناعية في المستشفى لهم الثورة ويبلغ كمان 200 مريض في المستشفى لهم هوري المئات من المرضى مهددون بالموت ونداءات القائمين على قسم الغسيل لم تتوقف في حث ومناشدة المنظمات الطبية للوقوف إلى جانب هؤلاء وإنقاذ حياتهم حمزة أمين قناة بالقيس تعز